السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأربعاء سبعة حزيران يونيو طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة في الجدي وفي ساعة الصباح بدأ ينتقل إلى برج الدلو عشان تنجحوا اليوم لازم تضبطوا أعصابكم ونفسكم القمر الآن موجود في برج الجدي زي ما حكينا لغاية ساعات الصباح هو موجود في منزلة ساعة بلع وهي منزل إلى العلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة وحدة وأربعين دقيقة من صباح اليوم الأربعة بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق طبعا القمر بما أنه موجود في برج الجدي معناته منضل على طبيعتنا الجدي منحاول إنجاز عمل متراكم من الآن ولغاية ساعات الصباح منجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منه علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة طبعا أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين نبتون طبعا تأثيراتها من يوم 6.6 إلى يوم 12.6 ذروتها يوم 9.6 ساعة 9.14 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش هذه الزاوية بتخلينا قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة وبتجعلنا منطقيين في تفكيرنا بتساعدنا في إنجاز الأعمال الصعبة والأعمال الفكرية بتدل على اهتمام وسائل الإعلام والجرائد بالمواضيع المرتبطة بالصيد البحري وأسطول الدول البحري وكذلك الكتابات والمؤلفات الدينية والعقائدية والمواضيع الفنية خصوصا المواضيع المرتبطة بالموضة والفن السابع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين الزهرة وبين بلوتو وهي تأثيراتها مستمرة ليوم عشرة ستة طبعا ضروتها يوم خمسة ستة كانت يوم الأمس بتدفع بعض الأشخاص أو يعني للعنف وبتخلي مزاجنا عدواني عصبيين ممكن تنتهي العلاقات الضعيفة بشكل عنيف شوي بتسبب أن خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية بتدفعنا للعنف وبتجعلنا عدوانيين ومزاجنا سيء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري وهاي زاوية تأثيراتها مستمرة ليوم عشرين ستة طبعا ضروتها يوم 11 ستة الساعة ثلاثة وتسعة وتلاتين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك بتخلق لدينا رغبة غريبة بتسببنا اضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا وبتدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والإفراط في الأكل وهذا الشيء بيسببنا نوع من أنواع الاضطرابات الصحية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث بين إيجابية بين الزهرة وبين نيبتون وهي تأثيراتها ليوم ثمانية ستة طبعا بتضفي علينا نوع من أنواع الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا وبتجلبنا سعادة عاطفية وفنية وبتسمح لنا بتحقيق مشاريعنا المهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المشتري وبين زحل وهي تأثيراتها مستمرة ليوم خمسة عشر سبعة طبعا ذروة هاي الزاوية يوم تسعة عشر ستة بتدعم من وضعنا المالي والمهني أو الاجتماعي وبرضو بعض الأشخاص ممكن يحصلوا على ترقية لمركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن فيه نوع من أنواع السعادة المادية وهي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري أو الاهتمام بالعقارات وأيضا مناسبة لتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لا إلا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهي تأثيراتها مستمرة ليوم اتناعش ستة طبعا هاي الزاوية بتعزز قدرتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بأنفسنا تمنحنا طاقة شجاعة تدفعنا لفعالية والتأثير والقيادة باللي حوالينا أو بمكان عملنا أو بمناصبنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وتأثيراتها مستمرة لغاية يوم ثلاثة ستة طبعا بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين وهي الزاوية بتدفعنا للعنف وبتجعلنا عدوانيين ومزاجنا سيء بتسببنا خلافات في حياتنا الحميمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهي تأثيراتها ليوم الثنين وعشرين ستة طبعا هاي الزاوية بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تضرر بشكل خطير بالنسبة للزاوية اللي اليوم تأثيراتها وقوتها طبعا أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهي الزاوية طبعا مستمرة بتأثيراتها من يوم أمس ولكن من الآن موعد بث الحلقة تأثيراتها ولغاية صباح يوم الأربعاء هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية مثل التلفزي والسينما أو الأمور الإعلامية والميل لكل ما هو غريب ومدهش أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهذه تأثيراتها مستمرة طبعا من الآن ولغاية ظهر يوم الأربعاء نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأمور التجارية وتعطينا نوع من أنواع الثقة بالنفس برضو نتألق بفضل سهولة تعبيرنا وقدرتنا على الإقناع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهي تأثيراتها مستمرة طبعا من الآن موعد بث الحلقة ولغاية عصر يوم الأربعاء هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس فعليه في أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل هاي هذا وقت مناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا بتمنحنا كفاءات للعمل المسرحي أو الروحانيات بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة أربعة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة ثمانية وواحد وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الدلو هذا بيعني أن هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدان فيه قبل خلو المسار الساعة ثمانية وواحد وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش خلاص القمر بنتقل وبيستقر في برج الدلو عشان هيك منبلش نشعر بأن بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية نكون ودودين أكثر ننشط اجتماعيا نرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغييرات على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي طبعا ذروتها راح تكون الساعة ثمانية وسبعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ولكن تأثيراتها بتبدأ من ساعات الفجر الأولى أو من مساء يوم الثلاثاء يعني عند منتصف الليل وبتستمر حتى مساء يوم الأربعة بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الزهرة وهي ذروتها راح تكون الساعة 11 و38 دقيقة ظهر الأربعاء تأثيراتها بتبدأ من ساعات الأولى ليوم الأربعاء وبتستمر حتى صباح يوم الخميس أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه بالفترة هاي بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميننا للفوضى والتقلب بالمزاج وعواطفنا برضو في بعض الرغبات ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية راقب كلامك وتصرفاتك لأنها ممكن أنك تأذي فيها الآخرين بدون ما تشعر بذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهي الآوية طبعا راح تكون ذروتها ساعة 34 و34 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها بتبدأ من صباح يوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا يعني بمعنى آخر النصب والاحتيال بينشط هذا اليوم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المريخ طبعا هاي الزاوية ذروتها ساعة 22 و10 دقائق من صباح يوم الخميس ولكن تأثيراتها بتبدأ من عصر يوم الأربعاء وبتستمر حتى عصر يوم الخميس هاي الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمر روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون ذروتها الساعة وحدة و28 دقيقة من بعد ظهر يوم الخميس ولكن تأثيراتها بتبدأ من مغرب يوم الأربعاء وحتى صباح يوم الجمعة منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا في التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعاً عنا من الآن ولغاية ساعات الصباح الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري والردفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن أما من ساعات الصباح فبصير عنا وما بعد طبعاً بطة الساق والكاحل والساق وتر العقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدراقية عشان هيك اليوم في فترة خلو المسار لا ينصح بإجراء العمليات الجراحية طبعاً بالنسبة لأعمليات الجراحية لباقي عضاء الجسم غير الأعضاء اللي ذكرناها ما في أي مشكلة أما بالنسبة لأعمليات التجميل فمن ساعات الصباح بعد بينتقل القمر لبرج الدلو ما في أي مشكلة لأعمليات التجميل مثل الحقن أو الجراحة وهذا اليوم يصلح لزالة الشعر الزائد بأي طريقة يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الدلو معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة بيبدأ خلو المسار الساعة أربعة وثلاث وعشرين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام ساعة عشر وثلاث عشر دقيقة يعني برضو صباحاً قبل الظهر بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحوت بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدة بعمر تساطاشر يوم في تمام ساعة ثمانية واثنين وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بصير عمره عشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير ثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الجدي بدو ينتقل للدلو رح يضلف الدلو ليوم تسعة ستة سعيد الآن بنسبة سبعين في المية في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة عشرة في المية في ساعات ما قبل الظهر بصير منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية في ساعات العصر بصير منتحس بنسبة ستين في المية عطارت في الثورة حتى يوم احدى عش ستة منتحس بنسبة عشرة في المية الظهرة في الأسد حتى يوم ثلاث وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية المريخ في الأسد حتى يوم 10-7 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثاور حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثاور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلوب يتراجع حتى يوم 11-6 منتحس بنسبة 30% طبعا ما تنسوا تحطوا اللايك والديسلايك والكومنت والمسبات والكبسات والأشياء هاي اللي تحت يعني تنسوش تكبسوا عليها لأنه لكم حلقتين قلت الكبسات هاي يعني يمكن زعلتوا مني أو زهقنين أو مش جاي عبالكو يعني تنشطوا اليوم الله يرضى لكم وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم يعتبر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عننا عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكان كنكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شنكوا تهدؤوا من روعكم وما تنفعلوا واتجنبوا مخالفة القوانين واحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة واحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها أما من ساعات الصباح فهنا بتلتقوا بالأصدقاء وحاولوا تصحيح العلاقات المتردية ما تبقوا وحيدين فترة ناشطة وواعدة دراسيا ومهنيا وعائليا وبتكثر عندكم اليوم الاتصالات والمواعيد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباءكم معكم ممكن بعد موليد برج الثور يذهبوا في رحلة أو يروجوا لعمل أو يحصلوا على معلومات ما كانوا يتوقعوها وبرضو تعطي نوع من أنواع النجاح والحض في حياتنا العاطفية والعائلية بشكل جيد أما في ساعات الصباح هنا بانتقل القمر فبينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شنكو ما ترتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما تقعوا ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليكم المسئوليات وممكن تواجهوا أمر صعب ومعقد فعشان هيك اليوم بدكو تلتزموا بمسئولياتكم وتبعدوا عن مخالفة القوانين برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكو تخففوا من النفقات قدر المستطاع سارعوا لتهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي أما من ساعات الصباح بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وبكون لك لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب للسفر أو التسويق أو النشر أو الدراسات العليا وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة اليوم بنصحك أنك تتحرك على مختلف الأصعدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هذا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في مجال العاطفي وبوسعكم اليوم تعزيز علاقاتكم مع شركاكم وهذا اليوم جيد لتوقيع العقود ولكن بتكونوا تقرأوا بنودها بشكل جيد ومش في فترة دخلوا مسار أهم إشي أما بظل في نوع من أنواع الضغط لأنه طاقتكم بالظل الضعيفة فما بينفعكم سوى الصبر والمرونة حتى ساعات الصباح وممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات أما من ساعات الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم تقدروا تدخلوا تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمعن بالك وبتفرح لتطور ما وتعتبر هاي فترة جيدة لتصحيح الأخطاء أو لتكرار المحاولات السابقة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هنا القمر بدأ بمراحل المقابلة فعشان هيك اليوم بتكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبدكوا تنتبهوا لغداءكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وحاذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية طبعا هذا الأمر رح يظل ضاغط لساعات الصباح أما من ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا أي كلام أو توجهوا ملاحظات لأنه خصمكم قوي ما بيرحم هاي الأيام تحملك ارتباط مهم فلازم تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم وبتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا تعتبر فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شي إنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة أو الأحبة وحاول إنك تصحيح الأخطاء من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح فهنا بيتراكم العمل لديكم لا تهملوا صحتكم حاذروا من تعب صحي أو مراجعات طبية لكم أو لا أحباكم وبرضو ممكن نعمل أنواع الإرهاق يمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب وممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية طارئة أو تشعر ببعض التوتر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم مش أنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة حاول أنك تراعي وضعك الصحي لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح هنا القمر بنتقل وبصير في البيت الخامس لا إلك فبتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم وبتفرحوا لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وبتقوموا بخطوة مباركة ممكن تتلقوا إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط الأنفاسكم بعد العواصف برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لا اجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران وبتدعمكم الحظوظ وبتكونوا جريئين في التعبير عن رأيكم وبتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء اللطيفة لغاية ساعات الصباح وممكن تحمل لك لقاء عاطفية أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما من ساعات الصباح فهو أنا بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهم شنكو تلطفوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك أو امتعاضك حاول أنك ما تخالف القوانين واحترم الممعيد والتزاماتك المهنية واهتم بعائلتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً هاي الساعات لغاية ساعات الصباح بتحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات ولكن في فترة قلو المسار بدك الدقيق بالتفاصيل أما من ساعات الصباح فهنا ممكن أنك يعني يكون لك هيك اليوم ربح أو تحقق ربح ما من عمل إضافي ويدعمك هذا الوضع من ساعات الصباح برضو بتكثر عندك الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسمع صوتك وممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بنشاط معين عندك نشاط عالي جدا ممكن تقوم باتصالات أو حوارات أو امتحانات والفترة دعم لإلك بقوة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ثقتكم اليوم بأنفسكم أكبر بكثير من الأيام الماضية وبيعمكم النشاط وبإمكانكم كنتبادروا لخطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية وبرضو بيحملكو هذا اليوم انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود وعليكم كنت تتحلوا بالحكمة والواقعية بتشتد عزمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر أما من ساعات الصباح فهنا التركيز رح يصير على الوضع المالي بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهمش انه ما تغامروا بأموالكم لأنها فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة وانت اليوم بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بظل الجو ضاغط لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فبتطلب منك هاي الساعات يعني تنتبه أكثر لصحتك عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي وبرضو ما تحسم أي أمر لأنها فترة سلبية مخيبة للآمل أما من ساعات الصباح هنا تستعيد نشاطك وحيويتك تستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة تملك طاقة كافية للانطلاق من مشروع جديد أو لحسم أمر عالق وتعتبر فترة ممتازة جدا وفيها أخبار سر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر الآن بيقترب من بيت المتاعب بلش فيه نوع من أنواع الضغوط ولكن من الآن ولغاية ساعات الصباح بإمكانك أنك تستغلها بتعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة تتسعى الأفاق تحتفل بنجاح أو تطور علاقة وممكن أنك تعزز شعبيتك وتحصد أرباح وبتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجنبك بتخفض ضغوط شوي لأن القمر بيشكل زوايا إيجابية ولكن مع ساعات الصباح تدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم حاولوا أنكم تتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة بالحضوض وبالمعنويات أيضا حادروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنها ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك فبدك تتحمل لغاية صباح يوم الجمعة طبعا هيك أنا خلصت برضو للتذكير ما تنسوا تكبسوا على الكبسات اللي موجودة تحت الفيديو لايك وديس لايك وشير وكومنت واشتراك والغاية اشتراك والكبسات هاي تبعت التبرع والتشكرات والمشعرفة إيش بلها ما حدا يكبس عليها الله يرضى عليكم وعنى إذا مش لقين إشي مش عارفين شو تكتبوا صلوا على رسول الله اللهم صلي على محمد وقال محمد أو اذكروا الله أحسن برضو ممتازة يعني قول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا لا إله إلا الله استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يعني كلها هاي بتمشي ممتازة وتكسبوا حسني كمان هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء